العاشرة ليلا بتوقيت جرينيتش السادسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة تحليل ونقاش لأخبار أمريكا والعالم أهلا بكم قال وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين إن الهجمات الصاروخية على إسرائيل يجب أن تتوقف فورا وحتى جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتهديئة الوضع وأكد قلق واشنطن إزاء عمليات الإخلاء في حي الشيخ جراح في مدينة القدس من جهته أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الأخيرة على إسرائيل واعتبر تصعيدا غير مقبول وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة ستبقى منخريطة لإحلال الأمن في القدس وستدعم التظاهر السلمي إن كان ذلك في إسرائيل أو غيرها وعرب أيضا عن اعتراف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها وأرضها تنتاج الولايات المتحدة خطا حذرا في التعامل مع الوضع الراهن في القدس حيث بدأ أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تخرج في تصريحاتها العلنية عن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي الوقت نفسه الدعوة إلى التهدئة نحن نراقب عن كثب أعمال العنف الجارية في إسرائيل ونشعر بقلق كبير بشأن الأوضاع بما فيها المواجهات العنيفة التي شهدناها خلال الأيام الماضية والتصعيد الذي جرى اليوم وخلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي جدد مستشار الأمن القومي جيك سوليفن تعبير عن قلق الولايات المتحدة بشأن الإخلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منازلها وتوافق الجانبان على أن إطلاق الصواريخ والبالونات الحرارية من غزة باتجاه إسرائيل هو أمر غير مقبول ويستوجب الإدانة المتحدث باسم الخارجية أدان الصواريخ التي أطلقت من غزة وأكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنه دعا إلى الحفاظ على الهدوء في القدس وأشاد بما وصفه بتجنب الاستفزازات من جانب إسرائيل خلال الاحتفال بيوم القدس وبتأخير النظر في طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالمدينة القادمة ندين بأكوى العبارات الصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل هذا تصعيد غير مقبول كما نشر بقلق عميق إذا الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك المواجهات العنيفة في القدس خاصة في منطقة الحرم الشريف أو جبل المعبد والتي أصفرت عن إصابة أكثر من 180 شخصا فضلا عن الصواريخ التي أطلقت من غزة وأصابت منازل في القدس وستظل الولايات المتحدة منخارطة بشكل كامل لضمان الحفاظ على الهدوء في القدس لكن برايس لمس وطر حساسا عندما أكد أن إدارة بايدن تظل تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها أراضي محتلة وإلى القدس باعتبارها إحدى قضايا الوضع النهائي التي ستحسم بين الأطراف الضفة الغربية تظل أراضي محتلة والقدس بالطبع واحدة من قضايا الوضع النهائي التي سيقررها الأطراف وكانت إدارة بايدن قد استهلت عهدها بإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بعد أن أغلقت في عهد إدارة ترامب كما استردت عضويتها في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التي انسحبت منها الإدارة السابقة بيد أن وزير الخارجية الحالية أنتوني بلينكين أوضح أن إدارة بايدن لن تتراجع عن قرار الإدارة السابقة الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل كما ستبقي على السفارة الأمريكية في القدس لكنه أكد أن رئيس بايدن سيعمل جاهدا على الدفع في اتجاه قيام دولة فلسطينية رغم صعوبة مهمة حسب قوله أمام الكونغرس وأوضح أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية هو منح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها من خلال ما يسمى بحل الدولتين قالت مصادر طبية في قطاع غزة أن عشرين شخصا على الأقل قتلوا من بينهم تسعة أطفال وصيب أكثر من ستين شخصا آخرين في الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع وجاءت الغارات الإسرائيلية ردا على إطلاق حركة حماس صواريخ استهدفت الأراضي الإسرائيلية في تحرك وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيمين تنياهو بأنه تجاوز للخط الأحمر وأكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس أطلقت 150 صاروخا من قطاع غزة وقامت القبة الحديدية باعتراض عشرات الصواريخ منها لمتابعة آخر التطورات في هذا الملف تنضم إلينا مراسلاتنا ثروة شقرة ثروة أسوأ أعمال العنف منذ سنوات كما توصف حتى الآن ما هي آخر التطورات لديك جو ليست أسوأ بل أكثر انتشارا جميع المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية مشتعلة في قطاع غزة في القدس نتحدث عن آخر الأنباء في هذه الأثناء وردني أن رئيس هياة الأركان في الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ووزير الدفاع بيني جانس في طريقهما لإجراء مشاورات أمنية وذلك بعد أن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو المنتهي ولايته قد أجرى تقييما أمنيا جديدا في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد أكثر من 150 قذيفة صاروقية قد أطلقت من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية عادة اعتدنا على أن تطلق الفصائل الفلسطينية قذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية ولكن التطور الأهم لربما اليوم هو إطلاق صبعة قذائف على القدس أو بالقرب من مدينة القدس هذا الأمر الذي دفع القادة الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين بالقول أن هذا الأمر تجاوز الخطوط الحمراء وأن حركة حماس ستدفع ثمنا باهضا هذا بالإضافة إلى استهداف سيارة مدنية حسب الجيش الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع هذه العملية التي تبنتها الجناح العسكري للجهاد حركة الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي جو كان قد وثق بعض العمليات التي قال أنها استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة وأيضا استهدف نشطاء وذلك بتوثيق من الجيش طابعين لحركة حماس استهدف منصات للصواريخ إطلاق الصواريخ مخازن أسلحة ومقرات عسكرية تستخدمها حركة حماس وبالتالي الجانب الإسرائيلي يقوم بتحميل حركة حماس كونها المسؤولة عن قطاع غزة مسؤولية ما يجري أما المشهد في القدس آخر التحديثات من الجهات الطبية الفلسطينية التي تحدثت عن ارتفاع عدد المصابين جراء المواجهات التي اندلعت قبل تقريبا نصف ساعة من الأنجو في محيط المسجد الأقصى وبداخل المسجد الأقصى قد وصلت إلى أكثر من 500 إصابة ولكن اليوم لربما المواجهات الأوسع كانت في الضفة الغربية أكثر من 200 إصابة في أكثر من مدينة فلسطينية من ضمنها رمالة جينين نابلس طول كرم بيت لحم والخليل الجيش الإسرائيلي كان قد عزز كما تعلم في الأيام الماضية بوحدات إضافية فرقة غزة وفرقة الضفة الغربية كما نشر قوات إضافية في هذه المناطق قام الجيش الإسرائيلي بقمع العديد من المظاهرات التي خرجت إلى نقاط التماس مع الجانب الإسرائيلي باستخدام الرصاص الحي حسب المصادر الصحية الفلسطينية وأيضا الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية بينما استخدم الشبان الفلسطينيون القنابل والمفرقعات النارية والحجارة هنا قبل ثوان انسحب الجيش الإسرائيلي من هذا المكان الذي نتواجد فيه وهو المدخل الشمالي لمدينة القدس حيث اشتعلت مواجهات نستطيع أن نصفها بالمتوسطة وقعت هنا بين عدد من الشبان خاصة بعد أن كثفت القوى والفصائل الفلسطينية دعواتها للخروج في مسيرات مع الاقتراب من مناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي هناك يجب أن أتحدث بعض الشيء عن المشهد في البلدات الجنوبية البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة كما تعلم جو فتحت الملاجئ في عدد من المدن الإسرائيلية من ضمنها تل أبيب عسقلان وكل المناطق المحيطة بالغلاف وصلنا قبل قليل أن بعض هذه الصواريخ سقطت بالفعل بالقرب وعلى منازل الإسرائيلية في البلدات الجنوبية ولكن الأضرار اقتصرت على الأضرار المادية ولا أضرار بشرية حتى الآن وبالتالي هناك جهود ووسطات دولية حفيثة لإحتواء هذه الموجة الآخذة بالإزدياد في كل المناطق الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء شكرا ثروة شكرا على كل هذه المعلومات تحدثت عن الجهود الدولية طبعا في هذا الصياق في سياق الجهود الدولية فشل مجلس الأمن الدولي في التوافق على بيان رئاسي بشأن المواجهات الجارية في القدس ذلك بعد التآمه بشكل عاجل لبحث المسألة بدعوة من العضو الدوري وهي تونس ذكرت مصادر ديبلوماسية لفلس بريس بأن الولايات المتحدة رأت في توجيه رسالة عامة بهذا الشأن أمرا غير مناسب خلال المرحلة الراهنة مضيفة أن المشاورات ستستمر بين دول الأعضاء للتوافق على تعديل لمسودة البيان الذي اقترحته دولة النروج أيضا لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن عبر شبكة سكايب ديفيد ماتوفسكي مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن وهو أيضا عضو في مجلس العلاقات الخارجية والمعهد الدولية لدراسات الاستراتيجية ومقره لندن أستاذ ديفيد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين كيف تقرأ ماذا يلوح في الأفق أعتقد أنه ليس من سبيل الصدفة أن يحصل ذلك في نهاية شهر رمضان وكذلك يوم القدس ومعه معه يحصل الآن حماس تدرك أمرا مؤكدا إن كان هناك عنف في القدس فالفلسطينيون سيدعمون وبتالي حماس حفظت على وقف لإطلاق النار لسنتين في غزة وكانت تعي أن أي تحرك في القدس سيؤدي إلى دعم فلسطيني لأن هكذا مشاكل تعتبر دينية أكثر منه سياسية رغم أن هناك تدارب أو تقارب بين الدين والسياسة وأعتقد بالتالي أن حماس أرادت أن تشعل النار لأن الظروف كانت صعبة وقابلة للإستعال في هذه الفترة تحديدا نعرف أن أحيانا هناك موجات من الفوضى تؤدي إلى عودة الهدوء أتمنى أن يكون الوضع كذلك ولكن هنا أعتقد أن حماس تريد أن تبقي على وقف إطلاق النار في غزة وتشعل النار في القدس أستاذ ديفيد قلت ليس من سبيل الصدفة ووضعت كل ما يجري الآن لإطلاق الصواريخ من غزة من قبل حماس وهو طبعا أمر خاطئ ولكن أيضا هناك عمليات طرد لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح هذا القرار القضائي الإسرائيلي هو الذي أشعل ما يجري الآن نعم في هذا المجال سرني أن تكون المحكمة العليا قد أخرت إصدارها لحكم كان يجدر أن يصدر اليوم حول موضوع حي الشي جراح هي مسألة معقدة للغاية ولابد أن يتم التعامل معها بدقة وطبعا أنا أشعر مع الإسرائيليين الذين اضطروا إلى التوجه إلى الملاجئ ومع الفلسطينيين بعد مقتل أطفال فلسطينيين لا أريد أن أتهم أي فريق ولكن ما أقول أن كل من يعرف القدس يعرف أن المسائل في القدس دقيقة جدا ويجدر التعاطي معها بحذر شديد طالما أستاذ ديفيد تقول بأن مسألة القدس دقيقة جدا سياسيا وجغرافيا حتى لماذا برأيك كان هذا القرار القضائي من قبل المحكمة الإسرائيلية في هذا الوضع بالذات؟ لماذا أعطى مثلا حماس هذه الورقة كورقة ضغط؟ بعض هذه العائلات موجودة في جراح منذ سنوات أو عقود البعض الآخر لم يدفع الأجور لست أعرف ما هي التفاصيل الأمر في القدس لا يشبه ما يحصل مثلا في لاس فيغاس ما يحصل في لاس فيغاس يبقى في لاس فيغاس ما يحصل في القدس ينتشر في شدة أنحاء العالم لا يجدر أن نلعب لعبة حماس كي لا نطول في هذا الموضوع لنتحدث عن الحلول اللجنة الربعية للسلام في الشرق الأوسط أستاذ ديفيد يعني أعربت عن قلقها العميق بشأن هذا العنف المتزايد يعني التعبير يبقى في نطاق الكلام ولكن ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها الآن برأيك؟ يصعب أن نقول ما هي هذه الخطوات لأننا قد نكون على بعد 24 ساعة من تشكيل حكومة جديدة لا يترأسها نتانياهو منذ 9 سنوات طبعا ربما أن تأثير العنف سيدغط سياسيا على اليمين واليسار في إسرائيل نفتالي بنت يجدر أن يكون رئيسا للوزراء محل بن يمين نتانياهو ولكن أيضا منصور عباس كان يجدر أن يكون جزءا لإتلاف المعادي لنتانياهو لا نرى بوضوح ما هي الظروف الآن ومع ما يحدث في القدس لا نعرف ما سيكون التأثير على الحكومة الجديدة وإن كانت سترى النور أمريكا لا تريد أن تتصرف في هذا المجال وبالتالي أعتقد أن السؤال على المستوى السياسي هو إن كانت حماس تريد أن تدفع بنتانياهو ليكون رئيسا للوزراء لسنوات الأربعة المقبلة لست أدري إن كان ذلك سيكون تأثير العنف إن كان العنف سيسمح لنتانياهو أن يستمر يكون ذلك طبعا من قبيل السخرية لأنه كل ما تستعمل حماس القوة والعنف فهي تقوي اليمين الإسرائيلي ولا أقول إن حماس تفعل ذلك لهذا الغرض ولكن هذه هي النتيجة تصرف حماس يقتلون الناس وعبر ذلك يعززون اليمين الأستاذ ديفيد ماتوسكي مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن شكرا جزيلا لوجودك معنا ضمن من العاصمة نفى رئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون الدعم المالي الذي قدمته إدارته هو المسؤول عن تتني عدد الوظائف التي أضيفت إلى سوق العمل خلال شهر إبريل والتي لم تتجاوز ربع ما توقعه المحللون وأكد أن الأمريكيين يريدون العودة إلى العمل أعلم أن هناك الكثير من الحديث منذ الجمعة الماضية التي صدر فيها تقرير يشير إلى أننا ندفع للناس لكي يجلسوا في منازلهم وليس ليتوجهوا للعمل نحن لا نرى الكثير من الأدلة على ذلك من السهل الزعم بأن نقص الوظائف يعود إلى الدفع بسخاء للعاطلين عن العمل الأمريكيون يريدون العودة إلى أعمالهم كما أكد بايدن أن خطة الإنقاذ ليست كافية لإخراج الأمريكيين من الأزمة وأنه ثم تحاجة ملحة لخطة الاستثمار في الوظائف التي تعجف إدارته على وضعها حاليا خطة الإنقاذ الأمريكية تهدف إلى إخراجين من الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها لكنها ليست كافية ولهذا فنحن بحاجة إلى خطة وظائف أمريكية وهي استراتيجية استثمار على مدى ثمان سنوات تضمن للعمال في بلادنا الحصول على نصب من مزايا زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتضاعنا في وضع أفضل من المنافسة مع الصين وباقي العالم في القرن الحادي والعشرين تلك هي المرحلة التالية وهذا ما نعمل عليه الآن مقرر أن يتشاور الرئيس بايدن مع المشرعين هذا الأسبوع من أجل تمرير أكثر من أربعة تريليون دولار لحزمة الإنفاق المخصصة للبنية التحتية ودعم العائلات الأمريكية وكشفت بيانات الوظائف التي صدرت مؤخرا من وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة فقط خلال شهر أبريل وهو أقل بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.1% وهو أقل بكثير من المليون وظيفة التي كانت متوقعة ودافع بايدن عن جهود إدارته وحزمة الإنعاش الاقتصادي الكبيرة التي تمت المصادقة عليها في مارس دون دعم الجمهوريين أما لماذا كان انتعاش الوظائف في الولايات المتحدة بطيئا فهناك الكثير من الخلاف ويشير بعض الخبراء إلى العقبات التي تحول دون عودة الناس إلى العمل مثل مسألة رعاية الأطفال وعدم فتح المدارس بالكامل وقد أثر ذلك على النساء على وجه الخصوص ودفعت هذه الأرقام الجمهوريين إلى انتقاد خطة بايدن وقالوا إن حزمة التعافي الكبيرة التي قدمها كانت سخية للغاية وجعلت الناس لا يرغبون في العودة إلى العمل فيما يرى البعض أن المشكلة تكمن في الأجور المنخفضة للغاية بالنسبة للعديد من الوظائف وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلين الأسبوع الماضي عن اعتقادها أن العمال سيعودون إلى وظائفهم بشكل كامل في العام المقبل وأن الأرقام الحالية تظهر أن خطة الوظائف لم تنتهي بعد ويقول بايدن إن ضعف نمو الوظائف يجعل من الضروري تمرير خطة التحفيز الاقتصادية من أجل إنفاقها على البنية التحتية والعائلات الأمريكية فيما تدعو هذه الخطة إلى زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات وهو ما يعارضه العديد من الجمهوريين لمناقشة هذا الموضوع الاقتصادي معنا عبر شبكة سكايب من واشنطن كبير الباحثين في معهد بيترسون للاقتصادات العالمية الأستاذ شيرمان روبينسون أستاذ شيرمان لماذا كان انتعاش الوظائف بطيئا برأيك؟ هذا هو الوضع منذ منتصف الشهر الماضي فيروس كورونا لم يختفي مازلنا نعمل على مواجهته وبالتالي هناك تردد في التوجه إلى العمل من قبل العمال وفي أيضا تشغيل من قبل أرباب العمل هناك بعض النقص في اليد العاملة تصلنا بعض المعلومات من شركات يصعب عليها أن تستخدم العمال الجدد وذلك يعود أيضا إلى تغير بنية الوظائف وأعتقد أن هذه المشكلة مشكلة صغيرة ستحل عما قريب أما أن نقول أن معاشات البطالة السخية تمنع العمال عن العمل فهي برأي غير منطقية ونعرف أنها محدودة المدى عندما تقول أستاذ شيرمين أنها غير دقيقة بأن الحزمة التعافي كانت سخية هل تواجه انتقادا للجمهوريين؟ لا 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 أريد أن ألوم أي أحد هناك حزمة مساعدات واسعة تدفع بالاقتصاد إلى التعافي تحتاج إلى سنة ونصف أو سنتين لتؤدي مجملة مفتوحها لن ألوم الجمهوريين ولكن الحجة التي استعملوها أن هذه المساعدات سخية ليست صحيحة نعم لأنهم يعتبرون بأن هذه الحزمة التي اقترحها رئيس الأمريكي جو بايدن جعلت الناس لا يريدون إلى العمل فكيف ترد على ذلك؟ كما قلت لا الاقتصاديون لا يوافقون على هذا الموقف ليس هناك ما يبرهن أن السخاء في يعانات البطالة يمنع الناس من العودة إلى العمل ذكرت أستاذ شيرمن أيضا أن هناك نقص في اليد العاملة في إجابتك السابقة ماذا يعني ذلك؟ أن هناك الكثير من الأمريكيين عاطلين على العمل فأين هو النقص في اليد العاملة؟ نعم ولكن ليس لا نجد هذه النواقص في مجالات العمل نفسها في أوروبا مثلا أبقوا على الموظفين مع إعادتهم إلى منازلهم نحن لم نفعل ذلك عملنا على فصل العمال بشكل كامل ولو أردنا أن نعيد أوزيف العمال فلا نجد العمال نفسهم ونريد أن نبحث عن عمال جدد مما يتطلب وقتا إضافيا والبعض أيضا يتوقع زيادة المعاشات إن كان أحد أرباب العمل يقول إنه لا يجد موظفين هذا يعني أنه لا يدفع لهم المعاشات الكافية أتمنى أن ترتفع المعاشات وعندها ستعود الوظائف هل أنت مع ما صرح به الرئيس الأمريكي عندما دعا كل أمريكيين أن يأخذوا أي وظيفة تقدم لهم عندما تقول بأن هناك نقص في اليد العامل وبالتالي هو يشجع على العمل نعم من دون شك وهكذا سيتصرف سوق العمل على أي حال أنا أتوقع أن أرى الناس يعودون إلى أعمالهم لا أعتقد أن أحد يتفاد العمل لأنه يتقاد معاشا للبطالة أو إعانة بطالة أعتقد أن البعض يريدون أن يجدوا أعمال أفضل من تلك التي تركوها هناك نقطة أيضا ذكرتها أستاذ شيرمان بأنك تحدثت عن تغير بنية الوظائف يعني هل نحن لن نعود إلى ما قبل جائحة كورونا في المشهد الوظيفي في الولايات المتحدة نعم هذا غير محتمل من دون شك سنرى تغيرا دائما بسطة في البنية الصناعية هذا ما بدأنا نراه بعد الصناعات تتراجع أو ستستمر في التراجع هناك صناعات جديدة ستظهر هناك التكنولوجيا المتطورة التي ستستخدم الكثير من الناس وهناك طبعا أيضا عدم الحاجة إلى التوجه إلى مركز العمل هناك مجالات لن تحتاج إلى عدد كبير من العمال كما حصل في السابق تغيرات كثيرة الأستاذ شيرمان رابنسون كبير الباحثين في معهد بيترسون للاقتصادات العالمية شكرا جزيلا لوجودك معنا ضمن من العاصمة وبعد قليل تتابعون مساعد وزير الخارجية الأمريكي يحمل الميليشيات العراقية المدعومة من إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية الأخيرة واشنطن تنفي ضلوع روسيا في الهجوم السيبراني الأخير وتؤكد أن الأجهزة الأمنية تباشر تحقيقات على أعلى مستوى في هذا الشأن أهلا بكم من جديد حمل مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود الميليشيات العراقية المدعومة من إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية وتعويم السوق العراقي بالمنتجات الزراعية التي تنتسبب في خسارة المزارعين العراقين لمصدر رزقهم وأشاد هود خلال جالسة الحوارية نظمها معهد بروكينج في واشنطن بالخطوات التي اتخذها العراق لجميع السعودين والإيرانيين وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة وشملت العراق بأنها كانت كشهر عسل جديد وحملت الكثير من الإيجابيات عندما أقول أن الزيارة كانت كنوع من شهر العسل أعني أن المسؤولين الذين التقيناهم كانوا مسرورين عندما سمعوا أننا نواصل الانخراط في المنطقة كنا مسرورين كذلك لسماع أن العديد من المصالح التي تم التعبير عنها من قبل المحدثين العراقيين تنسجم إلى حد كبير مع ما نرى أنه مصالح أمريكية ومنها انتخابات حرة وعادلة تعكس الأصوات الحقيقية للشعب العراقي وسندعم ذلك بقدر ما نستطيع ومواصلة القتال ضد داعش حيث تدعون الحكومة العراقية للقيام بذلك وفيما يتعلق بحجم وعدد القوات العسكرية الأمريكية وقوات التحالف التي ستتواجد هناك فهذا أمر أحيل إلى خبراء كما تحدثنا في التواري الستراتيجي الأخير وما يجب أن يحصل هود أكد في حلقة حوارية نظمها معهد بروكينغز بواشنطن أن العلاقات الأمريكية العراقية أوسع من التعاون الأمني بين البلدين ومواصلة محاربة داعش واستعرض ما تقوم به الولايات المتحدة لمساعدة العراق في إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل وفي إعادة بناء الجامعات والمؤسسات وبعض البنى التحتية العراقية في بعض الأحيان تكون الولايات المتحدة مركزة بشكل تام على ما نريد العراق ولكن إيران تفرد نفسها كعامل أساسي في السياسة العراقية الصواريخ تطلق ضد الجميع من يقوم بذلك الميليشيات المدعومة من إيران المتظاهرون يقتلون بالمئات من يقوم بذلك الميليشيات المدعومة من إيران يهاجمون سفارتنا من يقوم بذلك الميليشيات المدعومة من إيران يتدخلون في الصفقات التجارية ويعومون السوق بالمنتجات الزراعية ويقطعون رزق المزارعين العراقيين من يقوم بذلك؟ المجموعات المسلحة والأحزاب السياسية المدعومة من إيران لا يمكننا إنكار أن كل ذلك يحصل علينا أخذ ذلك بعين الأتبار وعلينا مساعدة المؤسسات والقادة الوطنيين العراقيين للدفاع عن وطنهم ورحب هود بالحوار السعودي الإيراني الذي جرى بتنسيق عراقي وأعرب عن دعم الولايات المتحدة له ولإعادة انخراط بغداد مع كافة أطراف المنطقة ولعبها دور الداعي للاجتماع بدل ساحة المعركة تعاول الولايات المتحدة بشكل كبير على الانتخابات العراقية في الخريف المقبل علها تخرج بتمثيل حقيقي للشعب وتساهم في القضاء على الفساد وتحد من التدخل الخارجي ميشيل غندور الحرة وزارة الخارجية الأمريكية وواشنطن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم السيبراني الذي استهدف أنبوبا رئيسا لنقل الغاز في الولايات المتحدة بالعمل الإجرامي وأكد أن إدارته تعكف على التحقيق الدقيق في مصدره والتخفيف من آثاره أود الإدلاء بكلمات قليلة عن الهجوم السيبراني الذي استهدف أنبوبا الغاز هذا الأمر نتابعه أنا وإدارتي بعناية شديدة ويتم إطلاء عليه يوميا وزارة الطاقة تعمل مباشرة مع إدارة الأنبوب كي يعود للعمل مرة أخرى كما يشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقييم الهجوم والتعامل معها لقد تحركت سائر الجهات المعنية في الحكومة سريعا للتخفيف من آثار الهجوم على إمدادات الوقود كما أشار بايدن إلى أن لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد في موعده وأوضح عدم وجود أدلة على تورط موسكو في الهجوم السيبراني لكنه رجح وجود الفيروس المستخدم في روسيا سأجتمع بالرئيس بوتين وحتى الآن ووفقا لأجهزة مخابراتنا ليس هناك دليل على تورط روسيا في هذا الموضوع رغم وجود دليل على أن الجرثوم التي استخدمها الجناه موجودة في روسيا الروس يتحملون بعض المسؤولية عن التصدي لذلك الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الأخيرة في الولايات المتحدة والتي عدت أحد أكثر عمليات الاختراق إزعاجا ترفع منسوب القلق والمخاوف الرسمية كونها لم تدق ناقص الخطار حول نوع الاختراقات فقط بل على تداعياتها وآثارها على المدى البعيد حيث يرى الخبراء أنه من الممكن أن يكون لها بعض التأثيرات الرئيسية عبر العديد من الصناعات الأمريكية تقارير ترى أن الهجوم الذي تعرض له خط أنابيب حيوي في الولايات المتحدة الجمعة الماضية حدد نقاط الضعف التي يسهل اختراقها وأعاد التصور إلى ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية الألكترونية حيث وصف تقرير لوكالة أسوشيت تبراس تداعيات هكذا نوع من الهجمات بالخطيرة على البنية التحتية وعلى أرواح الأمريكيين كونها تسببت بتأخير علاج السرطان ووقف الدراسات العلمية وشل عملية الشرطة وحكومات المدن في الوقت الذي نددت فيه وزيرة التجارة الأمريكية بتكرار هذه الأنواع من الهجمات التي عدت التصدي لها أولوية قصوى لإدارة الرئيس جو بايدن تعهدت من جهتها بالعمل مع وزارة الأمن الداخلي لمعالجتها لا سيما أنها كلفت البلاد خسائر بمليارات الدولارات وانعكست على أسعار الوقود ينضم إلينا من مدينة بيتسبورغ في ولاية منسلفينيا الأستاذ كولين بي كلارك الخبير الأمني وكبير الباحثين في السياسات الداخلية الأمريكية أستاذ كلارك إلى أي مدى هذا الهجوم السيبراني مجددا يشير إلى ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة الحيطة والحذر وتحدث بنيتها التحتية في ما يخص بالهجمات السيبرانية ضدها نعم سؤال ممتاز الأمر واضح لابد لأمريكا أن تعزز من دفعتها وأمنها السيبراني وذلك ليس فقط عبر الشبكة التابعة للحكومة كما رأينا كان هناك أيضا كان هناك هجوما على الطاقة الشمسية شركة الطاقة الشمسية والآن أيضا على خط الأنابيب هذا يعني أن البناء التحتية معرضة لهذا النوع من الهجمات 45% من الطاقة على الشاطئ الشرقي قد تأثرت من هذا الهجوم والسؤال المطروح هل هناك أيضا بناء تحتية أخرى معرضة إلى هذا المدى؟ أيضا كان هناك قبل أشهر عندما كانت إدارة الرئيس السابق ترامب كان هجوم إلكتروني على تجمعات حكومية ووكلات حكومية لماذا نرى هذا الكم الهائل من الهجمات؟ وما الذي برأيك يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة لتحديث بنيتها التحتية ضد الهجمات السيبرانية؟ هذه الهجمات تحصل لأنها تنجح وطبعا هذه الحرب غير مكلفة بالنسبة للأعداء وهناك تأثير كبير وأمريكا يصعب عليها أن تمنع هذه الهجمات ما الذي يجدر أن نفعله يجب أن نستثمر أموالا وموارد كبيرة جدا في التدريب وفي إيجاد الحلول التكنولوجية لحماية البنى التحتية الأمر مقلق للغاية هناك جانب آخر أيضا ليس هناك دائما إمكانية في تحديد الجهة المسؤولة أحيانا نحتاج إلى وقت طويل مما يعطي الأعداء الوقت الكافي ويؤدي إلى غموض ويبطئ من إمكانية الراد لأن أمريكا لا تريد أن ترد وأن تستهدف الكيان الخطأ أو أن تجر لاعبا لم يكن مسؤولا في هذه المواجهة وأحيانا إن كان اللاعبين في روسيا هذا لا يعني أنهم يرتبطون بالضرورة بالحكومة الروسية وبالتالي هناك غموض ويمكن للكرملان أن يقول إنه غير مسؤول روسيا لو تحصل هذه الهجمات من روسيا يمكنه أن تضع حدا لها يعني عندما ترفض روسيا أن يكون هناك أي صلة بالهجمات حتى لو كان الهجوم أصله أو مركزه من روسيا هل فعلا هناك جهات في روسيا أو قراصنة في روسيا يقومون بهذه الهجمات الدولية السيبرانية من دون علم الحكومة الروسية المرجح أن الجواب لا أنا لا أعتقد أن الحكومة الروسية عندما تقول إنها غير مسؤولة تقول الحقيقة هي دولة ترسل مجموعات لقتل الروس الخارجين عن طاعة وقتلهم في دول كبريطانيا أو غيرها وبالتالي هذه التبريرات الروسية برأي غير منطقية وليس لديها مصداقية أعتقد أن هذه المجموعات تعرف أو تعمل بمعرفة الكرملان وطالما أنهم يهاجمون عداء روسيا سيسمح لهم القيام بذلك حتى تصبح التكلفة أو الثمن مرتفعا لدرجة أنه يزعج الحكومة الروسية عندها يمكن لروسيا أو للحكومة الروسية أن تضع حدا لتصرفاته هذه الحرب السيبرانية لماذا تقول أو قلت أستاذ كولين بأن الولايات المتحدة لا تريد أن ترد أو لا تريد أن تستهدف يعني يمكن أن يكون هك قراصنة غير مطبطين بالحكومة أن ينفذوا هاجمات سيبرانية في المقابل ضد أعداء الولايات المتحدة لماذا لا يحصل ذلك أولا أمريكا تريد أن ترد ولكن تريد أن تتأكد من من هو مسؤول بشكل واضح وبالتالي لن تقوم بعمليات الاتهام من دون أن تتأكد ونحتاج إلى وقت من دون شكل نحدد المسؤول نحتاج إلى معلومات استخباراتية دقيقة وذلك لن يحصل بين ليلة وضحاها نريد أن نرد بطريقة دقيقة وغير متهورة هناك أيضا إمكانية تصعيد أمريكا وروسية أعداء من دون شك وأحيانا الأعداء مضطرون للتعاون في مجالات مختلفة كمجلس أمن الأمم المتحدة أو في دول أو صراعات أخرى نحتاج فيها إلى الروس والروس يحتاجون إلينا علينا أن نكون دقيقين وانتقائيين ما هي برأيك التداعيات الخطرة للهجمات الإلكترونية على المدى البعيد أولا أمريكا يمكنها أن ترد لديها القدرات السايبرانية لذلك يمكنها أن ترد على الهجمات الروسية مما يؤدي إلى حلقة تصعيد تتخطى ربما المواجهات السايبرانية وتؤدي إلى حرب فعلية بين الدولتين وعلى المدى الطويل لا تريد أي من الدولتين أن تعتمد هذا الطريق الأستاذ كولين كلارك الخبير الأمني وكبير الباحثين في السياسات الداخلية الأمريكية شكرا جزيلا لوجودك معنا ضمن من العاصمة إلى موضوع آخر حيث تستعد شركة سبيس أكس لإطلاق قمر الاصطناعي إلى القمر خلال الربع الأول من العام المقبل في مهمة مدفوعة بالكامل بواسطة عملة دوتش كوين المشفرة على ما أعلنت شركة جيومتريك أنرجي كوربوريشن الشركة الكندية التي ستدير هذا المشروع بدأ الأمر بمزحة وتطور لإطلاق عملة رقمية تسمى دوتش كوين واليوم أصبحت المزحة حقيقة وتستخدم لتمويل عمليات في الفضاء الخارجي فقد أعلنت شركة سبيس أكس المملوكة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك عن إطلاق مهمة دوتش كوين إلى القمر في الربع الأول من العام المقبل 2022 وستقبل شركة السواريخ التجارية الدفع بعمل دوتش كوين المشفرة دون الكشف عن قيمة تمويل المهمة أو السعر المعتمد للعملة في توقيت الدفع إيلون ماسك كان قد غرض على تويتر في أبريل الماضي مشير إلى أن سبيس أكس ستضع دوتش كوين حرفيا على سطح القمر في وقت تكبدت دوتش كوين خسائر أفقدتها ما يزيد على ثلث سعرها بعدما وصفها ماسك بأنها صخب خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني شهير في موقف كان صادما للمضاربين في دوتش كوين التي يدعمها ماسك من خلال تغريداته وصفها بأنها العملة الرقمية التي كانت غامضة في السابق ثم تحولت إلى حلم للمضاربين أعلنت شبكة شبكة أن بي سي الأمريكية أنها لن تبث حفل توزيع جوائز جولدين جلوب لعام 2022 على خلفية الانتقادات الموجهة إلى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود التي ترظمه والتي تهمت بالعنصرية وتبني نظم إدارية سرية وأفاد بيان صدر عن الشركة بأن القرار سيخدع لإعادة تقويم في عام 2023 بناء على مدى التقدم الذي ستحرزه هذه الرابطة في خطتها المعلنة للإصلاح وكانت شركات عدة من بينها أمازون ونتفليكس وورنر برادرز أعلنت تعليق تعاونها مع هذه الرابطة بعد الجدل الذي فجره مقال لوس أنجلس تايمس في فبراير كشف خلوها من أي أعضاء ملونين من أمريكيين وارتكابها انتهاكات أخلاقية ختام من العاصمة لهذه الليلة ألقاكم على رأس الساعة مع موجز لأهم الأنباء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر